هذه أبرز العناوين رسميا الوداد الرياضي يعلن عودة لاعبه السابق إسماعيل حداد إلى صفوف الفريق الأحمر وليد الرقرقي يتفاجأ بأول قرار من رئيس الجامعة فوز القجعة مباشرة بعد عودتهم من الكود ديفور لويس إنريكي يملح أشرف حكيمي إيجازة بعد الإقصاء من الكان واللعب سيعود إلى التدريب باريسان جرمان في الأسبوع المقبل الحارس المغربي سينبونو يساند المغربي أشرف حكيمي في محنته بعد ضياع ركلة الجزاء أمام منتخب جنوب إفريقيا ويفجأ الجمهور المغربي بما فعله لها أعلن الفريق الوداد الريادي يومه الخميس عودة لاعبه السابق إسماعيل حداد بعد آخر تجربة قدها في صفوف الخور القطرية ونشر الفريق الأحمر عبر صفحتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تقديمي للحداد معلنا بذلك عن عودة اللعب الذي حقق لقب البطولة موسمي 2017 وموسم 2019 ولقب دوري أبطال إفريقي سنة 2017 وكذاك السوبر الإفريقي في 2018 والجدير بالذكر أن النادي الوداد الريادي أعلن يوم أمس الأربعاء تمكنه من رفع المنع من التعاقدات خلال مركات الشجوي الحالي بعدما دفع قيمة الملفات الخاصة بذلك بعد خروج المفاجر أوسود الأطلس من دور ربع النهائي كاسيومم إفريقيا سيعقد إشيما عن حاسم الأسبوع المقبل بين رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم وفوز القجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجية يهدف الإشيما إلى تقييم شامل لمنصر المنتخب المغربي في كاسيومم إفريقيا وتحديد المسؤوليات عن خروج المكبكر من البطولة خاصة بعض اعتراف الرجراجي باعتحمله المسؤولية الكاملة عن الأخطأ التي أدت إلى الخسارة وستناقش خلال الإشيماع إمكانية استمرارات الرجراجي مع المنتخب خاصة بعض المشوى الرائع الذي حققه مع أصود الأطلس في كاس العالم قطر 2022 وضيق الوقت قبل انطلاق استحقاقات ما قبل على رأسها تصفية كاس أمم العالم 2026 وكاس أمم إفريقيا 2025 في المغرب وتميل الجامعة المغربية إلى تجديد التقى في الإطار الوطني وليد الرجراجي لكن يبقى قرار نهائي بيد لقجع بعد تقييم شامل الموقف ويذكر أن الرجراجي مرتبط بعقد مع الجامعة يمتد لسنة 2026 أحد بنوده الأساسية هو بلوغ النصف النهائي كاس أمم إفريقيا 2023 أفاد التقارير الصحفي الفرنسية أن لويس إنهريكي مدارب باريس سان جرمانا منح الدول المغربية أشرف حكيمي إيجازة تموت دجوة أسبوع بعد مشاركة رفقة المنتخبة المغربية في كاس أمم إفريقيا 2022 وحسب الصحيفة لوباغنزيا الفرنسية فإن لويس إنهريكي منح أشرف حكيمي إيجازة من أجل تعافي وإسعادة جاهزيتها بعد إقصاء النخبة الوطنية المغربية من ثم النهائي الكالكود فهراء وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللاعب أشرف حكيمي سيتواجد رفقة العناصر الوطنية بالمغرب على أن يلتحق بتدريب نادي بايس الأسبوع المقبل ويذكر أن المنتخبة المغربية والدعم نفسات كاس أمم إفريقيا من ثم النهائية أقبل هزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة شهدت إهضار أشرف حكيمي لركلة الجزاء رد الحارس المغربي ياسين بونو على تدوين زميله أشرف حكيمي بعد الإقصاء من كاس أمم إفريقيا الكود ديبورة في 2023 وكتب حكيمي تدوين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا مساء تولتاء الماضي أعتدر فيها لشعب المغربي عقب نهاية الحلم الكان مؤكدا عودت الأثور بقوة بعد الإقصاء من المستفى القرية وجاء في تدوينة أشرف حكيمي أعتدر لشعب المغربي على خروجنا من كاس أمم إفريقيا كنا نريد تحقيق حلمكم لكن للأسف لم ننجح سنعود أقوى وسنعمل جاهدين لتحقيق ما نتنتظروه منا شكرا لكم على دعمكم المستمر وعقب ذلك أرد الحارس المغربي سينبونو على تدوينة أشرف حكيمي معلقنا نربح كل شيء ونخسر كل شيء ونستمر في تطوير كل شيء دائما أنت كبير يا أخي وما هو قادم سيكون مجدا أبدا يانا ويشار إلى أن المنتخب المغربي والدعم نافذة لكانا من دور ثم النهائي بعض الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفين لسفره في المباراة التي احتضنها ملعب لورانبوكو يوم التولة الماضية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة